مرحبا أصدقائي وتحية طيبة لجميع الحاضرين ونتشرف بحضور الأصدقاء ضيفنا اليوم هو الأستاذ سعيد شعيب وهو صوت متميز بين التنويرين ولديه خطابه الخاص المتميز بين الجميع وأيضا هو تابع موضوع غزة بدقة ونشر الكثير من المتابعات والآراء حول الموضوع السؤال الأساسي الذي نطرحه اليوم وهو لماذا العرب يكررون الأخطاء نفسها لماذا لا يتعلم العربي من أخطائه عموم الكلام أنه لماذا هذه الشعوب لا تتعلم دائما بحجة لا صوت يعلو على صوت المعركة وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة يمارس الجميع إرهابهم على الأصوات الحرة التي تحاول أن تنبه الجميع إلى أن الأمر يحتاج إلى تأمل أكثر إلى وجهات نظر مختلفة تتعاون فيما بينها أو تتلاقع فيما بينها لتنتج تصورا موحدا أو قرارا موحدا بين الجميع بدلا من أن نضحي بكل شيء من أجل لا شيء والأصح نضحي بكل شيء مقابل لا شيء كما يبدو في بلادنا العربية أو بلداننا العربية ليس لك سوى الإنصياع كما شعرنا خاصة في يوم الذي هجمت فيه حماس ورفضت جميعا إدانة حماس وكأن من يدين حماس سيدين قضية كأنما سيخون الجماعة كأنما سيتحالف مع إسرائيل هذا التصور خاطئ علينا أن نراجع أنفسنا وإلا بدون هذا لن نتعلم الأخطاء مع الراسقة لدى كثيرين أو الأغلبية العظمى أن كل خروج عن السكة الموجهة سيعد توهينا لجبهة الصراع مع الأعداء طبعا بغض النظر عن النقاش هل هناك صراع أو نزاع أو شيء من هذا القبيل هذه الأبارات غامضة جدا هل هناك قضية أم هي مسألة هل هذا صراع هل هو صراع بين شعوب بين جماعات بين أجيان هل هو نزاع هذه الأسئلة كثيرة لا أحد يفكر فيها مجرد أن تتبع السكة وعلى الجميع أن يغردوا في سرب واحد يعني كلنا عصافير يجب أن تعزف على نفس الإقاء وسيخرج عليك من يقول حتى الحيوانات تدافع عن ملاذاتها هذا الكلام العام الذي لا يناقش لا أعتقد ينفعنا حاليا السبب بسيط جدا وهناك عقدة لدينا أننا شعوب حماسية تعاني فعلا من احتلال ديني احتلال طغياني احتلال ديكتاتوري والسبب أيضا الأعمق هو أن العربي أو الإنسان المسلم يولد وفي شارعه أربعة مساجد يولد العربي ويؤمن أنه ولد في خير أمة يولد المسلم ويقال له كل دين عدا دينك باطل كل إنسان عدا كنجس وكافر هكذا لن نتعلم من أخطائنا أبدا ما دام هنالك رجل دين ما احترامنا الرجال الدين ما دام هؤلاء يتحكمون بنا وعلينا أن نؤمن بكلامهم دون نقاش هكذا لن نتعلم أبدا بل نحن كما يبدونا خاف من التعلم نصر ونهلل للمنتحرين ونعتبرهم أبطالا كما فعلنا مع دائش ومع حماس ومع القاعدة ومع غيرهم ما زلنا لا نعرف معنى الكفاح معنى أن نناضل من أجل قضية عادلة بطريقة سليمة لها سقط أخلاقي ومع هذا نعرف النتائج مقدما هي هذه المصيبة نعرف نتيجة ما نفعله وما نتحيز له مقدما مع هذا لا نتعلم من أخطائنا ولا نغير طريقتنا ولا نراجع خطابنا ولا فكرنا ولا ديننا ولا عقائدنا فماذا نسمي هذا هذا الشيء الذي يجعلنا نتحدث ونصارح الناس جميعا بحقيقة الأمور بحقيقة مواقفنا وحقيقة أن هناك حاجة ماسة لإدانة الحماس بغض النظر عن موقفنا من إسرائيل بغض النظر عن الموضوع آخر ونالك مبدأ أخلاقي ما فعلته حماس بغض النظر عن الخلاف مع القتل العساكر والتعرض للعساكر والجنود الإسرائيليين هذا موضوع مختلف لكن لماذا يدخل على حفلة راقصة ويقتل ألف شخص من هؤلاء أشخاص شباب يرقصون ما لك علامة ما لك أتكلم ما الفرق بينك وبين داعش علينا أن نكون صراحة ونتحدث معهم صديقي اليوم شعيب سيد شعيب راح يتحدثنا عن هذا الموضوع فأرحب به وأصف على إطالة السؤال الأول هو أن نقول مثلا هل تعتبر أنه ما فعلته حماس فئل غبي أم هو فئل ذكي استراتيجي هل هو حماقة أم أن هناك رغبة ما أو هدف ما غير مؤلن حتى الآن دعوة داي خلينا نسأل هل اللي عمله سبب دلايات بتفكير البرجين في الولايات المتحدة الأمريكية العملية الإرهابية اللي راح فيها هل تنتصار على أمريكا حماس منظمة ايدولوجية حزبتها بسيطة خالص حزبتها الاتقام من العدو اليهودي وإقام دولة الإسلام وبالتالي فالأيدولوجيا دي هي اللي بتحركها الأيدولوجيا دي بقى تنتصر لازم تنتصر وبالتالي بيحركها يعني اللي حتى ممكن تسميه البريكماتية السياسية يعني البريكماتية السياسية والعسكرية حماس رايحة الحرب هي عارفة أن هذه الحرب بلاد تغير توازنات القوة في الشرق الأول مستحيل أن تغير توازناتها وإلا كان نجح وسبب وتنظيم القادة في تغيير توازنات القوة في العالم لما هاكم البرجين هل اختراق حماس من المنظومة الأمنية الإسرائيلية ده دليل على أن حماس تقدر تنتصر على إسرائيل لا مش دليل هذا السؤال هذا يصدق السؤال صديقي لماذا شعوبنا تؤيد هذا النمط خلينا بس أن ما فعلته حماس ليس انتصار على إسرائيل الانتصار معناه معناه أنك أنت تغير توازنات القوة مع الخصم لكن هل ما فعلته حماس يغير توازنات القوة مع إسرائيل لا توازنات القوة العسكرية لا هل يغير توازنات القوة في المنطقة لا لأن حماس حلفاءها من في الشرق الأحضر حلفاءها إيران وحلفاءها قطر وحلفاءها تركيا وتضيف عليهم إسطين وروسيا إسطين وروسيا لن يتورطوا في صراع عسكري لصالح حباس ولصالح الإيرانيين تركيا لن تتورط في صراع عسكري مع إسرائيل تركيا جيشها يحتل أرض سوريا يعني قريب جدا من إسرائيل أرض غاني الإخوانك الإسلامي وقال إننا مع الشعب الفلسطيني وإننا 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 هل الجيش التركي اللي موجود على أرض سوريا قريبا من غزة ضرب صالوخ واحد على إسرائيل؟ لا أرض غان عضو في حلف الناتو هل سب حلف الناتو؟ لا حلف الناتو دوت هو تعهد بحلاية إسرائيل تعهد بإن توسعات القوة يعني أنه لن يسمح لتوسع الصراع في المنطقة يعني إيه لتوسع الصراع في المنطقة؟ يعني دخول أطراف أخرى في المنطقة مين الأطراف اللي عايزة تدخل الصراع في المنطقة؟ هي إيران وحزب الله والحرسيين في اليمن يبقى إذن أردوغان بداخل إسرائيل يبقى إذن أي حد عائل يعني وبيدور على مصلحة شعبه يبقى هو عارف أنه هو داخل العمل الكديم على إسرائيل بعملية الجانب فيها إرهابي يعني حماس عملت إفتحمة جيش الإسرائيل في المنطقة ديها غلاف غزة وعمل عسكري لكن بجانب العمل الإسرائي عملت عمل إرهابي اللي هي قتلت وأسرت مدنيين زي السوايخ اللي هي بتضربها دلوقتي بتقتل مدنيين إسرائيليين يعني تقاتل في صحراء النقب إسرائيليين اللي بيقولوا عليهم بدو يعني وللمفرقة اللي هم مسلمين لبقى إذن المعاركة دي لن تغير توازنات القوة في إسرائيل حلفاء إسرائيل مقامين الغرب كونه بجلالة أدرو الغرب يعني الغرب هو القوة العسكرية الأكبر في العالم وكمان وراها وحلف الناتو وكمان تعال بقى بتوع حماس في المحيط الإقليمي في قوة عسكرية هتناصرهم؟ لا مصري لن تدخل صراع عسكري لأن الإدارة المصرية من قرر أنها لم تتورد في هذا الصراع العسكري السعودية لم تتورد في هذا الصراع العسكري يعني الأردن لا يوجد حد يتورد إذن تعالت عملته حماس دورت ليس بغاية توازنات القوة في المنطقة الحاجة الثانية أنه لم يضغط على إسرائيل عسكرياً عسكرياً علشان خاطر يتم إجبارها على التفاوت يعني إسرائيل مش مضطرة عسكرياً عسكرياً إنها تتفاوت مع حماس ليس مضطرة توازنات القوة بيقول إنها الأقوى وهي الأكبر وأيها دلوقتي بسيطرة على الموقف يعني حماس حماس مش راحت زيه خلينا أقولوا منذ القطة دي بس حماس ما عملتش للرئيس السادات الرئيس السادات عمل حاجة عبقرية بحدش يتعلم منها ما هي الحاجة العبقرية اللي عملها دخل الجيش المصري خد جزء من سيناء وبالتالي تعرضت إسرائيل إلى هزيمة مش هزيمة كمه لكن هزيمة وإذن هو حرك عسكرياً من الموقف أخذ جزء من الأرض يعني لكن حماس ما راحتش معي ما عندهاش قوة عسكرياً عشان ما تاخد جزء من الأرض خارج غزة ما عنده السادات عملت خطوة تانية إيه خطوة تانية أو بالتوازي مين اللي يصروا على إسرائيل ويخلوها تغير موقفها يضغطوا على إسرائيل إيه الغرب الغرب يعني بللات المتحدة الأمريكية والغرب يا غرب راح السادات عملي يا غرب أنا مش هدفي إزال إسرائيل يا غرب هذه ستكون أخذ آخر الحووم يا غرب إضغط على السادات إذا على الأرض هو عمل انت صار عسكرياً خد جزء من الأرض وسيبت فيه وراح ليه القوة الأكثر تأثيراً على إسرائيل عسكرياً واقتصادياً وكل حاجة اللي هو الغرب وأذر حوارب على الغرب حماس ما عملتش جداً وبالتالي ما فعلته حماس من توازنات القوة في المنطقة لكن هو هيلعب دور لصالح المشروع الإيراني المنطقة كلها كانت دخلة على نزاج بيقول أن الإقتصاد نمرة واحد يعني السعودية دلوقتي مركزة في أنها تعمل إقتصاد كويس بقى فيه لدى رغبة لدى النخب الحكمة في الشرق الأوسطى لا رغبة لدى شعوب المنطقة أننا أريد أن نصلح الإقتصاد وكمان فيه مشروعات داخل فيها إسرائيل وداخل فيها السعودية اللي هو مشروع طريق اللي جاي من هند لأوروبا وهذا ليس من مصلح الإيران فإيران أريد أن تفشل الحاجة الثانية أن هناك نزاج في الشرق الأوسط أن إسرائيل لم تقلق هي العاد الأول العاد الأول هو أننا نقلق ونشرب كيف؟ وبالتالي لم تقلق من أولوية عاد شعوب المنطقة بعد التغيرات حصلت أن العاد الأول هو إسرائيل كل هذا تراجع حماس دخلت ليس لتحقق نصر للفلسطينيين ولا تحسين شروط حياة الفلسطينيين ولا أي هدف دياسي وبالتالي الخسر الأكبر في هذه المنطقة هم الشعب الفلسطيني اللي في غزة الشعب الفلسطيني في غزة هو اللي يدفع طامن وفي إيه فرق أنا أقول تلك أن الجيش المحيط في العالم الذي يختبئ في الملاجئ ويسيب المدنيين فوق الأرض هم حماس المفروض الملاجئ تتعامل للمدنيين وبعدين أنت كرجل العسكري تطلع فوق وتدافع يعني تطلع فوق وتطلع في الطيران الإسرائيلي ويضرب لكن حماس ليس مشهولة حماس ليس مشهولة وبالتالي حضيف حاجة ثانية كمان أنه بقى فيه إدراك فيه إدراك في العالم العالم الغربي لن يسمح بانتصار المسروع الإيراني في الشرق الأولى لن يسمح لن يسمح هذا صراع صديقي صديقي أسمح لي يعني أنت الآن تحدثت عن حماس وحماس طبعا هي حركة غير مؤترب بها ولم تكن ضمن اتفاقيات أوسلو مع الجبهة التحرير الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية وهي لحد الآن منظمة غير رسمية وغير وحتى يقال بأن إسرائيل أيضا في فترة من فترات دعمتها نكاية بفتح لكن هذا موضوع قديم صار المهم الفكرة الآن هي أنه لماذا قامت ليس لماذا قامت حماس لما قامت إنما لماذا هذا التأييد الشعبي لما قامت بها حماس لماذا هذا الإنكار يعني كأنما نستعيد أخطائنا نستعيد تصرفاتنا دون أن نتعلم لماذا هذا هلو غباء لماذا الجمهور العربي الآن لحد الآن يستمعون إلى مثلا نجيب اسمها يعني لا بأس يبدو أن الأمور يجب أن نتشوفها كلها يجي شخص مثل عطوان 14 ساعة حماس ستنتصر الهجوم البري في الشلف هناك عبد الرحم عطوان أن نقول حماس يوم سبع أكتوبر يوم ثمانية قال نحن نوصل للجلوة بفلان هذا التحميس للناس وهذا الضخ الضخ العنيف لهم ماذا يعني؟ لماذا الشعوبنا تستجيب لهذا النوع بحيث أن نشوف عطوان وراء ساعتين خمسمائة ألف مشاهدة ما معنى هذا؟ معنى هذا لدينا أزمة داخل مجتمعاتنا أزمة خطيرة أنهم يرى حماس تدخل وتقتل الناس يرقصون وتقتل بالمجان ألف شخص هكذا وتقتل أطفال وتخطف أطفال ماذا يعني هذا؟ ثم بعد ذلك يتباكون على السقوط جرحة بفئل قامت به حماس أصلاً يعني لا نبر إسرائيل لكن علينا أن نرى بطريقة عقلانية وما فيش طريقة عقلية لأن الحشاشة الدينية في الحالة الإسلامية هي اللي بتحرك الصراع يعني دي مدينة لقريب حماس لأن الحماس مسلمة الحشاشة الدينية المتقرة لدى شعوب البنطقة لدى أغلى المسلمين هي اللي بتخليها تعاطف مع المسلم ويقايدوا حتى لو كان مجرم علشان كده ما بتحركوش بجريمة المسلم منها ضد اليهود لأنه بتحركوا العقلية العقلية دي العقلية دي بتقسمها لجزء العربية الإسلامية والإسلامية بتخليه يتعاطف مع القاتل لأنه مسلم تعاطف مع القاتل لأنه مسلم ويقايد القاتل لأنه هو مسلم يعني هو بيحدد موقفه من الجريمة على حسب القاتل وعلى حسب دين الضحية إذا كان الضحية يهودي سقف أو غير مسلم يسقف علشان كده المدينة نطقة بالعربية وشعوب البنطقة لا تحركها الجريم اللي بيتم يومياً يومياً في اليمن يعني مثلاً حصل الأثار البنبية للتدخل العسكري للإمارات والسعودية في اليمن ورح فيه آلاف الضحايا من يمنيين قال دي حركت المسلمين في البنطقة حركت أنظمة الحكو الحوسيين وهم شيعة مسلمين يعني فرع الشيعة المسلمين الجرائم اللي عملوها ضد أهلاف يمنيين واللي بيعملوها لغاية دلواتي بيعملوا عدمات في الشوارع هل بتحرك ده؟ لا ما بتحرك لأن القاتل هنا مسلم فيه احتلال تركي موجود في سوريا الاحتلال التركي اللي موجود في سوريا ده مش تواجد عسكري للجيش التركي لا ده احتلال لمنطقة بيغير الديمغرافيا بتاعتها وبيغير كمان ثقافتها والتعامل فيها بيتم بالعملة تركي هل الاحتلال ده مزعل الناس في الشرق الأخلى بالمسلمين اللي في الشرق الموسط لها إذاً هي هنا البأسة اللي بيحرك العقل العام الناطق بالعربية أو العقل الإسلامي هي ايدولوجيا دينية إذا كان القاتل المسلم نسكوا ما نتكلم إذا كان القاتل ده أفسد القضير في الإسلام وأفسد شعوب المنطقة أفسدها اللي بيحركها على أساس ديني اللي بيقول عليها الحشاشة الدينية الحشاشة الدينية مش بس في الحالة الإسلامية الحالة الإسلامية تأثيرها بشع للحبة الأغلبية لكن نفس الحشاشة الدينية دي هتلاقيها عند خطاعات من المسيحيين سواء في الشرق أو في الغرب خطاعات فين مع اليهود لأن كتابهم بالمقدس واحد لأن اليهود مننا وعلينا لكن المسيحيين أصلاً لا يوجد فيهم اعتراف ولا يعترف بالدينة أصل الإسلامية والحشاشة دي هتلاقيها عند بعض اليهود وزير الإختجاء الأمريكي في مزار إسرائيل قال أنه موجود هنا أولاً باعتبار يهود أولاً باعتبار يهود وأولاً باعتبار يهود المشكلة في الغرب أن الحشاشة الدينية المسيحية اليهودية في الغرب ليس هي أن تصنع القرار ممكن تكون مؤثرة في صناعة القرار لكن هي ليس تصنع القرار الحشاشة الدينية في الشرق الأوسط هي التي تصنع القرار وبالتالي لا يوجد فينا الحماس لأن الحماس مسلمين حتى لو كان هذا الجسل يعمل جرائم ويعمل 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 إذن نحن لا نتعلم من هذا لا نتعلم من هذه الأقطاء لأن التعابل مع القضية الفلسطينية لننطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني لننطلق من أسس إنسانية لننطلق من أسس حتى المصلحة الدرجماتية ننطلق من أيدولوجيا متلغلة في عقل ووجدان أشعوب النطقة بالعربية أغلبهم وأغلب أشعوب الإسلامية عشان كنا ستلاحظ أن المظاهرات التي تخرج بقيادة الإسلاميين وأقطاعات أخرى في الغرب بلاد ودين حماس يرفع العالم الفلسطيني فقط لكن ما بيقولش أنا يعني لو رفعوا شعار إحنا مع حماية المدنيين أيًا كان دينهم هيكسبوا العالم الغربي لكن لو رفعوا شعار إحنا مع فلسطين أي مع فلسطين يعني أنت مع جرائم حماس العربية الإسلامية الناصرية القومية وكمان خطاب الإسلام السياسي لا لا أنا جابش سيري الجرائم اللي عملتها حماس ضد الشعب الفلسطيني أثناء حكمها حماس قتلت فلسطينيين حماس أعدامت فلسطينيين حماس تجلت فلسطينيين يتغاضى عن كل ذلك الحشاشة الدينية دي مش مأثرة بس على المسلم العادي دي مأثرة على قامات كبيرة وأنا بربت مثل من أستاذ عماد قديم وهو إعلامي كبير وصحف مصري كبير ومحلس سياسي كبير قالك ما تشدهن شيطان حماس قاله ما تشدهن شيطان حماس أولاً لما حماس تعمل جرائم ضد الفلسطينيين ما تبقاش مجرمة لكن إسرائيل تبقى مجرمة لما تعمل جرائم ضد الفلسطينيين أستاذ عماد الدين كمثال هم فتح لابسهم رفضوا تعرضوا للجرامة بتوع فتح ومنظمة التحرير لا يدينه ترائم حماس ضد الفلسطينيين هو بيدين جرائم اليهودي الإسرائيلي الأيدولوجيا الدينية فرعها القوم النصري وفرعها الإسلامانجي الإخواني هي الحاكمة على العقل العام الناطق بالعربية وحاكمة على العقل العام على الإسلام عمره لا يسل نفسه إحنا غلطنا فيه هو دايماً يقول الآخر غلطان فيه الآخر هو حماس أعظي هو إسرائيل هو الغرب هم الحكام الخوان العرب الآخر هو الغلط لكن بسألت نفسه أنا غلطي أجي سؤال على هذا كلامك صديقي أجي سؤال يقال بأنه هل تربط بين تكرار هذه الهزائم العربية وأننا لا نتعلم من تجاربنا بسبب هذا الحشاشة اللي تسميها يعني هل أن هذا أو أن عدم تعلمنا من تجاربنا هو سببها هو هذا اللي تحدث عنها الحشاشة الدينية تحرصها مؤسسات ودولة لماذا نهزم بسببها يعني بسبب هذه لماذا نهزم دائماً ونتكرر أحباء ونفكر دائماً بسبب هذه المسألة بسبب الحشاشة الدينية وإحنا عندنا نوعين من الحشاشة الدينية عند المسلمين النوع الأولاني هو الإسلام العروبي دولة يوليو الناصرية العروبية الإسلامية أو الحشاشة الدينية العروبية الإسلامية الحشاشة الدينية العروبية الإسلامية هي الس'ta عبد الناصر جاهدين العرب الهوين ضدو弦 في مطقة مثل مثل المطقة مثل الحشاشة الدينية الثانية أ spl还有 هو الفرع الإسلامي الإسلامي وهو إخوان وتنظيم القعبة وغيره وغير وغيره هذه الحشاشة الدينية بتحرصها مؤسسات دينية بتصرف عليها مليارات بتحافظ أن إن الصراع مع إسرائيل هو صراع ديني أنت عندك الأثر في بصر على سبيل المساء بتصرف عليه 20 مليار جنيه في السنة فوق العشرين مليار جنيه في بلد فقيرة وعدها مشاكل اقصادية بشعة كمان مش بس المؤسسات الدينية بتحميه ده كمان دول بتحميه ومنظمات إخليمية بتحميه جمعة الدول العربية بتحمي هذه الحشاشة الدينية خطاب مع كابل الاحترام بي أبو الغيت عام جامعة الدول العربية هو خطاب منطلق من الحشاشة الدينية دي هو ناوي دين الجرائم ضد السرائي ضد الفلسطينيين إلا إذا عملها ارتكبها يهودي أو مسيحي إلا إذا ارتكبت إسرائيل أو الغار كيف نعالج أخطاءنا هذا؟ أنا هكمل الحشاشة الدينية بس دي محمية بإيه؟ محمية كمان بمنظمات إخليمية بتصرف عليها دول الخليج يعني السعودية صرفت مليارات لحماية الأيدولوجيا الدينية دي ونشرها في العالم صرفت فوق المئة مليار دولار دلوقتي قطر بتصرف مليارات لمصر وحماية الحشاشة الدينية دي في العالم الأتراك دا كلوا على الخط بقيادة أردغان وبيحموا الحشاشة الدينية دية أو الأيدولوجيا الدينية دية تضيف بقى للفرع الشيعي الفرع الشيعي دي قيادة ملائي إيران اللي هو عملت كتير جديد اللي هو ما يدخلش حربة لجدود إيرانيين مباشرة لكن يوظف مجموعات شيعية في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي الحتاب الحشاشة الدينية دية لا يمكن تخليك تستثن نفسك يا أخطاءك إيه؟ نحن غلطنا فيه؟ لا هي دايما تقولك تدفع في سكة أن الآخر شيطان أن الآخر عايز يهدن بلدنا أن الآخر أن الآخر أن الآخر أن الآخر أن الآخر ويستدعي تماما تماما أي إدانة له حماس أو لأي مجرم مسلم يقتل فلسطيني يقتل فلسطيني على شكل جده وأنا ضربت بيسال 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 كده واسمح له أيضا يعني الأستاذ عمره قديم وهو أعلامي كبير يعني وأنا طبعا بحرم كل الناس يعني فهو استضافة واحد من بتوع حماس ومش عمره قديم بس وتم استضافة قابلة حماس في كل الوسائل الإعلامة الناطقة العربية محدش سألهم سؤال الأسئلة اللي جاءتين تمرة واحدة وانت ليه روحت الحرب دي وانت عارف لقصات كل فلسطيني وكل إسرائيلي هيتقتل ألف فلسطيني انت ليه روحت الحرب دي ومجهستش ملاجئ للندنيين جهست ملاجئ فقط للعسكريين بتوع حماس انت ليه روحت الحرب دي من غير ما تجهز أكل وشرب وأنوية زي ما كل الدول بتعني الأسئلة دي مش موجودة الأسئلة دي مش موجودة ما بتطرحش تسأله هل تهدل هل انت الحرب اللي انت عمتها دي هتهزم إسرائيل هل الحرب دي صالح إيران صالح المسروع الإيراني مفيش أسئلة محدش بيسأله ده هو بيستضيفه علشان يشتم ويلعب ويسيب إسرائيل هو الآخر هو الغلطان لكن احنا مش غلطانين مش غلطانين دي لأن احنا مسلمين احنا هدف للعالم العالم بيتقامر علينا يعني أنا جاري الكندي الابيض اللي بيت اللي جاندي ده قايم قايم نايم كيف يدمر فوق دولة أو المطقة دي كحيانة دي بالنسباله يعني يعني قايم نايم زي يدمر المطيئة فالأيدورجيا العشاشة الدينية بفرعها القومي الإسلامي وبفرعها الإسلامانجي الإخواني هي لأفسدت الأرضية الفلسطينية وما تخليناش نسأل الأسئلة الطبيعية يا أخبال أيف يمكن حماية الشعب الفلسطيني عشان كده ترجط فيه الأعلام النطق بالعربية مش حماية الشعب الفلسطيني يعني مثلا ما حدش سأل بتوحاس انتو هتفضلوا يعني بدل ما يروح آلاف الضحايا كمان من الدم الفلسطيني ما تعلنوا ستسلمكم ما تعلنوا ستسلمكم ما تخرجوا وراء حماس ما حدش ترى سؤال كده لماذا لا تحرك حماس من غزة حماية للدم بالفلسطيني هذا عنوان حلقة راح أقدمها مفروض الناس تدعوا بدلا من أن تهتف وراء حماس هسا لا تدينها لكن تتعلمها بأن تحفظ الدم وتخرج وتحافظ على الناس وتسقط يعني تلقي ورقة في رقبة إسرائيل قالي خلاص أنا راح أطلع تشتربع كده تسألها بس سؤال تاني بس سألها مش كده إسرائيل غير مهنادي سألها سئلة الممنوعة اللي محدش بسألها في الإعلام اللطخ بالعربية تسألها بس انتو عندو مدنيين إسرائيليين ومدنيين إسرائيليين ومدنيين إسرائيليين ومدنسيات مزوجين فيهم أطفال وفيهم وفيهم بتخرجوا المدنيين دولة تشترطوا على إسرائيل تطلقوا الغرب بتضغط على إسرائيل ده عمل هدنة إنسانية أو ممر آمن للمساعدات الإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني يعني ده ما بترحش حماس طرحة إيه؟ أنا أخرج للأسرة اللي عندي مقابل كل كل الأسرة الملسطينيين عندو سألها توازنات القوة بتوشكل يعني هل أنت مكان إسرائيلي؟ هتخرج بقاتلين تاني يروح يقتربوا أحباس حماس طرحة إنتي قلبك على الأسرة ولا قلبك على دم الفلسطيني اللي على الأرض لا لا أقول لك شيء اسمح لي أولاً هم أعلنوا وقالوا أنهم مستأجدون للتفاوض فوراً حول إطلاق صراحة الأسرة والقصد أنا حللتها مع نفسي القصد شنوه أنه يستعيدون رجالهم ويحاربون مو حماية للناس ويغلق هذه الأولى معناها تعيشهم مشكلة بالرجال من المطق بالعربية صحيح حماس إخواني طلعوا المدنة بصفقة مقابل ممر آمن للمتاعدات ليقى الفلسطينيين في غزر يبقى التفاوض كده مش أنكد طلع المقاتلين بتوعك والذي قالوا حماس أنت توعى ملتش مناجئ للمدنيين الفلسطينيين حماس هي الفصيل أو الجيش الوحيد في العالم على حسب ما أعرف اللي بيختبئ في المناجئ ويخلي المدنيين هو اللي فوق العكس هو المفروض يحصل بس ليبيا بطلعش يضربوا الطيران الإسرائيلي اللي بيضمر غزر مطبيئين في الملاجئ يخوانا بسلوم الأسئلة دي يقلك لا يقلك دولها أيضا هم أولاد العوائل الموجودة فوق هم مغربة ما جايين من مكان آخرين كيف شو معنا عدنا مشكلة اجتماعية مشكلة شعبية مشكلة الشعب لا يفكر بطريقة سعية ليبي يتميش شعبية؟ لأن الشعب ده تلقى في المدرسة وتلقى في المسجد وتلقى في كل مكان إن إحنا بنجد إسرائيل إنهم يحصل علشان كده هذا النوع من المسلمين نتح الموجرائم تمت ضد الفلسطينيين على إيد حماس وعلى إيد منظمة فتحة في الضفة فتحة في الضفة منظمة فتحة اللي تحكم في الضفة قتلت فلسطينيين وعزيت فلسطينيين وسامت فلسطينيين فتحة في الضفة ما سامحتش بمصاهة واحدة تندد بيء اللي بتعمله إسرائيل يعني تعالى الفلسطينيين اللي موجودين في بلد زي لبنان واللي موجودين في كل مكان هذا صدقت مرة حد اهتم بيء اللي بيحصل لهم لا هو بيهتم بيحصل لهم في حالة واحدة بس إن القاتل يهودي لكن لو المجرم مسلم لا مفيش أي مشكلة عادي يعني لا يكراش حاجة مننا وعلينا فهو ده تنى إفساد عقل ووجدان الشعوب اللي تقابر العربية وكمان عقل ووجدان قال المسلمين عشان كده احنا ما نطلعش قدام وعلشان كده اشعار اللي بيتفع هو ايه؟ ان فلسطيني عربية وفلسطيني اسلامية وعشان كده ما نحصلش ان احنا نطلع ليه قدام وكمان الاخر هو الانطان يعني عندما تيجي مثلا يا اخوانا عشان تخاطب الغرب الغرب العقل والعقل الجمعي والمكتبعات الغربية يتبرمج عليه يعني هو مؤمن بإيه؟ انه ليس مساس بالمدنيين فانت لو رفعت شعار ان انت مع حماية المدنيين الاسرائيليين وحماية المدنيين الفلسطينيين العقل الغربي سيحترمك واخد بالك الحاجة حتى لا بسألوش نفسه طيب يا اخوانا انتوا استخدمتوا ادوات في حل الصراع دوت من سنة 1948 والادوات دي فشلت لم تحقق للفلسطينيين لا تحسين شروط حياتهم وانا هكتون دولة يعني الادوات دي فشلت طيب ليه مصابب على استخدال نفس الادوات؟ مش هي فشلت يعني العقل بيقول ان انت استخدمت ادوات وما مناجحتش العقل بيقولك خير الادوات على كده احنا بطلعش قدام يا ممصور هي مشكلة معقدة جدا يعني قدما انت تتراقب الحالة انا اللي همني الان مو اسرائيل انا مو قضية الان انه انا عدو الاسرائيل او مو عدو او غير عدو ولا قضية هزيمة ولا انتصار قضية احنا لماذا كشعور لماذا نحن هكذا لماذا لا نتغير لماذا نصير من السيئ الى اسوأ والقضية الاخطر هاي لماذا نشعر بانه قادة هذه الدول رغم اعتراضاتنا الهائلة عليهم نشعر بانهم اقرب الى الواقع اقرب الى الواقعية اقرب الى المنطق يعني يقولك انا هذه الدولة محيطة بنا انا عاجز عن مواجهتها وهي دولة ناجحة علميا بشكل ممتاز بغلب ان نضع الرأينا بها يعني هو اقرب طبعا العقل القطيع يجب ان لا تمدح الدولة المعادية لان هذا يعني يحبط من معنوياتنا لا بأس على عينه رأسي لكن انت حكام الدول المحيطة تتحدث عن انه هذه انه احنا لسنا قادرين على مواجهة هذه الدولة ثم لسنا في حاجة لمواجهتها اصلا وممكن معالجة الموضوع وحل بطريقة سلمية تيجي حماس تتخرر كل شيء لا بأس تهوتك نظر لكن من قال انها تمثل الجميع من قال ان من يقول انني انا لدي فكرة عن هذه القضية وهذه الازمة ومن حقنا ان نطرح رأينا لماذا رأيك هو الصواب رماذا انت اللي تعتقد بانه ان لاحق لأحد ان يناقشك ويجب ان تلقي باليهود والصهايين والاسرائيليين الى البحر يعني رجعنا قبل 50 سنة ماذا كسبتم من هذا المنطق هل هذا منطق سيؤدي بنا الى حلول ام الى كوارث هذا انتحار انتحار عقلي قبل ان يكون انتحار جسدي هو نتيجة بقى اللي حصل كمان في البلادنا ان تحليل فلسطين مش مسؤولية الفلسطينيين في مسؤولية الامة العربية والاسلامية شوف خطاب المجرمين بتوع حماس اللي عديد في قطر وفي غيرها يعني زي مش عن دوت وغيره وهنية وغيره يقولك لا بد انت تتحارك الامة العربية الامة الاسلامية باعتمار ان هناك عصابة عصابة فيه واحد من العصابة ديت دخل في خناف احنا المفروض نروح للناصر العصابة يعني يعني تحرير فلسطينيين ارسخ في عقل الاخلى من الفلسطينيين ان تحرير ارضهم مش مسؤوليتهم علشان كنا تلقى مباهرة عجيبة جدا في لبنان بتشتم الرئيس سيسي وبتشتم محمد بن سلمان ما بتشتمش حماس ولا بتشتم بموازم يعني حاجة غريبة جدا افرق انا عندي مشكلة مثلا مع انا مصري وعندي مشكلة مع النظام المصري انا وعين اقتصادي صعب اروح اشتم ملك الوردن يعني انت بدل ما تشتم حماس والقادة بتوعك اللي نشر على مدار سبعين السنة في ان هم يحلولك مشاكلك بتشتم الرئيس السيسي بتشتم ملك الوردن محمد بن سلمان وهم مخونات يعني العقل ده سيطر على الفلسطينيين فما بعاش مسئولية تحريب ارضهم مسئوليتهم بقت مسئولية غيرهم الحاجة التانية كمان القطيرة اللي حصلت بقى هم معيار للخيانة والوطنية الفلسطينيين دول بقى هم معيار الاخلاق في الشرق الاوسط اذا انت قلت يا اخوانا انا مش مهتمة اصلا بالقضية فلسطينية انا مصري ولا مهتمة اصلا بالقضية فلسطينية فيطلع لك الفلسطيني انه هو معيار الاخلاق ومعيار الوطنية ومعيار الانسانية يقولك انت خايف يعني هم اللي بيحددوا لغيرهم معيار خيانة مش عايزين يعترفوا انه هم فشلوا وانا ااسف ان اقول ده بس اللازم من فلسطينيين يقولون نفسهم يا اخوانا انتم شعب فاشل نخبركم فشلة فشلت في شكلها بتاع عرفات انه هو العروب الاسلامي وفشلت في شكلها الاسلامانجي بتاع عماس فان انا نجيب لكم حقوقه انا ساعيش وعيب المصري ايه الاختي بدا لا 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 ويجب انكم المنصفين يعني هو فلسطيني عانى كثيرا فلسطيني عانى كثيرا وهج من انضاء والعالم صامت الحكومات العربية والدول العربية كان صامت على مدى عشرات السنين يعني الشعب الفلسطيني عانى بشكل لا يمكن انكاره على الإطلاق لكن القضية وين انه عندما يطالب الآخرين من مساعده هاي مسألة طبيعية ايه تاني لصلاحة اللي انت تقول فعشان السباق كوي القصد ان الشعب الفلسطيني الفلسطيني عانى كثيرا وما زال يعانى الآن تتجدد المآسي عليه وما زال يعانى وشرد من أرضه واخذت أجزاء كبيرة من أرضه وهذا الاجب ان نتحدث عنها الاسرائيليين قاموا بأعمال غير مقبولة على الإطلاق وإجرامية وهذا احتلال استيطاني لكن الدعوة اللي نقوله احنا لماذا يكرر انتحاره هذا الفلسطيني بدلا من ان يدخل ويمارس هذا الفئل الإجرامي كان يفترض هو اجدت ملايين اجدت اجادة من دول عربية كثيرة الكثير يدعمه بدلا من هذا ان يهزم اسرائيل واليهود الذين اخذوا ارضه يهزمون بالعلم بالتقابة وقعتهم كفاءات عالية جدا لماذا ينساقل هذا السلوك الانفعالي في وضع هو موجود في في سجن مفتوح سجن حي سجن صغير انت لماذا تنتحر بنفسك هذا السلوك خارج العقل هذا ليه قصد اللي اتحدث احنا عندنا فخير وفي نقطتين بيتم بالابتزاز بيه في القضية ليه يعني هلأ علينا لهم الضحايا اه لازم لنهم الضحايا لاتنهم يتبع نفس الاخطاء يعني يطلع الخطاء بحد يطلع يعني يقول لك لايه ماينفعش لنهم الضحايا لا نم الضحيا ليه الضحايا ليه لانهم يتبع نفس الاخطاء وبيقز نفسهم ويقزوا المنطقة كلنا على بعضها الانفلسطينيين studying abtizaz به اما الفلسطينيين انا محدش عمل حاجة وانا هي جاية منين فكرة ان انا مازم اعمل حاجة يعني الفلسطيني جايب منين فكرة ان انا ملزم كمصري ان انا اعمل حاجة بقى الحقيقة انا مش ملزم يعني انا مش ملزم لان ده مش احتلاف بلدي مصر كانت مشكلتها مع اسرائيل بطحة وسهلة وبسيطة مشكلة ان احنا عندنا ارض وخذنا ارضنا وبقى فيه معادة سلام مع اسرائيل واسرائيل لم تنتهك هذه الاتفاقية نهائيا اسرائيل اتقتل لها جنود مدنيين جنود ومدنيين ومع ذلك ما طلعش ارهان يهودي يقتلنا في مصر لا وليش احتلو اسرائيل انا سمحت اكمل اكمل الفكرة انا مشكلتي مع اسرائيل انا كمصري سعيد المصري مشكلتي مع اسرائيل محاس ما عنديش مشكلة مع اسرائيل واسرائيل ليست خطرا على الامن القوم المصري هذا شعال خطرا على الامن القوم المصري اكمل الفكرة كمصري الذين سنختار عن الأمن القاومي المصري هم الهانيين بتو حماس الذين قتلوا مدنيين وجنود مصريين على أرض مصري إذن أنا لا أعدي مشكلة مع إسرائيين أنت اللي عندك مشكلة مع إسرائيين يا خبالك إذن تحرير فلسطين ليس مسئولية حد غير الفلسطينيين إذن أنا جئت وقررت أنا كسعيد جئت وقررت أساعدك تشكرني لكن أنا لو أساعدتك تخرص لأنك لا يوجد حقوق عندي أصلا نهائي الفلسطينيين ليس لهم حقوقاً بغيرهم إذن أنا ساعدتك تواضع وبأدل تقولي شكراً لكن أنت جايب من أين فكرة أننا لازم أموت عشانك؟ أنت جايب من أين فكرة أننا أولادي يروح ويحارب إسرائيل عشانك؟ جايباً مين؟ ما هي دي الأيدولوجيا الدينية والياسانية اللي قادت أن الفلسطينيين لا يتبروش أرضهم ومسئوليتهم ويخالي شوية فلسطينيين يتظاهروا ويشتبوا النظام المصري والنظام السعودي إيه دا؟ إيه دا جاعة دي؟ حضرتك أرضك مسؤوليتك وإذا ساعدتك تقولي شكراً هو دا لازم لا يبقى واضح ولازم الفلسطينيين يعرفوا أن مشكلتهم الأولى هي مش سرائيل مشكلتهم الأولى هي النخبة اللي حكمت اللي حكمتهم من 8 و40 من أول إرهابي أميني حوسيني وصولاً لحماس دي مشكلتكم يا أخوانا إذا أنا ساعدك إنسانياً تقولي كتر خيرك لكن أنا بلزة بأمارة إن شاء الله هذه غريبة جداً لا والسؤال الآن يا صديقي إنه المشكلة وين؟ هي مقضية الإلقاء اللوم على الفلسطيني وأنه هو يطالب الآخرين بمساعدته هاي مسألة في كل الأحوال هو شعب مستلعف وهجر من عرضه ويقول لك إنه هما يعتبر نفسه هناك تواصل بينه وبين العرب وهو جزء من هاي التقافة جزء من هاي الشعوب وأيضاً عندما تقول إنه أنا مصري شو دخل بالموضوع لا، هو أصلاً لماذا احتلت سيناء؟ لماذا استعاد المصري أرضا؟ لأنه أعتبر قضياء له علاقة بها بغض النظر عن الموضوع التواصل الثقافي التواصل الثقافي ده مع المنصور إن أنا أو سبحت خلينا أسألك التواصل ده معناه إن أبعت ولادي يموته عشاك؟ لا لا مو هو القضية في هذا شؤالي مباشرة أنا سعد شعيب المصري نتيجة اللي أنت بتنبيه التواصل الثقافي أبعت ولادي يموته فحرب عشاك؟ فترد يا منصور؟ لا، ما دخلتك؟ ما رك دخل، صحيح بس هي قضية مو بها للطريقة مو بها للصورة هل الولادي يموته عشان خاطر الفلسطيني حيروا عن طول الإجابة؟ لا، سيخلص من الإطار، اسمح لي بس اسمح لي يا صديقي حتى لا نختلف الإطار اللي يتحدث بي أنت إطار المصري الإطار المصري، الإطار الوطني المصري بهذا المعنى أنت لك حق، لكن القضية ليست هكذا قضية أعقد من هذا، هناك إطار قومي إطار عربي، إطار إسلامي إطار ديني، هذا يجب أن نضعه في الأتبار، وهو هذا جوهر المشكلة يا صديقي، هناك قضية أنا عندما أنظر من وجهة نظرك الوطنية صحيحة ماذا دخل بك؟ كنت دولة أخرى لا يشعر بك، لكن الحريق عن جارك يوصل إليك، معروف الجار معك وإلا لماذا عبد الناصر أخذ حرب مع إسرائيل قبل 67 وأصلاً 67 نتيجة واتفاقية السلام مالسادات هي نتيجة هذه القضية، قضية المشكلة، أين أريد أن أركز على موضوع؟ حتى لا ندخل بالتفاصيل لا، أنا أريد أن أروض على ذلك لا بالنسبة للمصلحة الدولة المصرية التي لا تهدد على الحدود دولة هادئة وعاقلة لا تهددها إذن دولة إسرائيل لا تهدد الأرض قول المصر عبدالناصر مجرم في حق المصريين عبدالناصر ورّت المصريين الحروب كان من الممكن تجنبها عبدالناصر مات ألاف الشهداء المصريين لسببه الجيش المصري اتدمر في 56 لسببه عبدالناصر ضمن الجيش المصري في اليمن بخزو عسكري لليمن عبدالناصر ليس معيار الحقيقة نحن المصريين دفعوا في الأضياء الفلسطينية ثمًا في أضياء هم لا علاقة لهم بها يعني نحن يعلقتنا علاقتنا أن نحن عايزين بها الحدود هادئة حوالينا مثل مسؤولية الفلسطينيين نحن عندنا حدود هادئة مع إسرائيل عايزين عندنا حدود هادئة مع الفلسطينيين نساعد في ذلك لكن هذه ليس مسؤوليتنا منصور أنا متفق معك أنا ما مختلف من وجهة نظرك صحيح في العمل وجهة نظر وطنية والوطنية مسألة جديدة ليست لها أصول قديمة يعني عمرها ما يجاوز سبعين سنة هذا اللي أقصده يعني وجهة نظرك سليمة من هذا الباب لكن عندما نتعمل بالصورة الأوسع واللي هي الصورة الحاضرة والمهيمة على واقعنا وهي الصورة الدين الإسلامي وإلا السلفين في مصر والأخوان هم في قطر هم أخوان حركة مصرية لا نستطيع إنكار هذا هنا القضية التداخلات أنا أقصد التداخلات موجودة هل من مصلحة مصر الانتشار المسروع الإيراني بحكم الشرق الأوسط اللي بيتمثله حماس دلوقتي لا مستحيل طبعا لا لا يجب أنهم موهجين لا يجب أنهم موهجين لا يجب أنهم موهجين القصد مصلحة الدولة المصرية القصد كل دول العربية كل دول العربية تخلت عن الموضوع ليس صح أيوة تخلى أنا حر ما هي الابتزاز والإدانة من جانب الفلسطينيين ابتزازهم لغيرهم أيوة يا سيد وانا تتحديلي أولوياتي ما هي المجاهة هذه؟ حاجة قريبة جدا عشان كده العقل الفلسطيني ده أفسد الشرق الأوسط لأنه هو اللي عايز يحط أولويات الشعوب الشرق الأوسط على مزاجه على هواء ودلوقتي حماس عايز يحط أولويات الشرق الأوسط في انتصار المشروع الإيراني المشروع الإيراني سهل ومسيط جدا إيران تحكم المطيقة عبر ميليشيات هل من مصرحة الدولة المصرية؟ هل من مصرحة الدولة المصرية يقول دولة إخوانية؟ على حدودها؟ لا مش مصرحة في حاجة مهمة جدا يا بنصور يارين نتكلم فيها من فضل ليس من حق الفلسطينيين أن يحددوا لغيرهم أولوياتهم انت جايب الحق ده مين؟ إيه البجاهة دي؟ أنا أساعدك تقول لي شكرا وبأدب لكن إيه البجاهة دي؟ إيه الشعب؟ لا لا يعني إن في قطاعات بكحة أنا طبع مش أقضي كل الفلسطينيين أنت بتحدد أوليات الممطقة على هواك؟ على مزاجك؟ مش هقولة يعني؟ يتفرد على المصريين دوت ويتفرد على السعوديين دوت ويتفرد على كل الشعوب الممطقة؟ لا لازم نخرج برا الابتساز ده؟ كل شعب عند بطلحة الأولوية في السعودية الآن مش الفلسطينيين هو بأحرار شعب عايزي شعب عايزي غني ورقص لا رأي قلامة بس هل علينا بالرأي العام؟ الرأي العام هو المتسيد مؤيد لحماص المصري والسيوري وكلهم ما عندناش استطلات رأي زي ما عندناش استطلع رأي نتأكد بأن اللي بتعمل حماس في غزة ده بإرادة أهل غزة ما عندناش ما فيش انتخابات حرة ولا في أي مؤسسة في غزة ولا في ضفة تقول لنا الفلسطينيين عايزين إيه؟ ما فيش رأي رأي الفلسطيني هذا السؤالي لاحقا راح أسألك بيه أنه لماذا غاب الصوت الفلسطيني ورأي العام الفلسطيني لكن عندما نيجي نشوف باسم يوسف اللي هو مصري نشوف 20 مليون مشاهدة الكل يصفق لهم طبعا احنا عندنا شعوب دي هاي باسمح لو عندنا شعوب دي في منها كان على السوشيال ميدي مش أقالي من 200 مليون 200 مليون دي أقافوا الباسم؟ 20 مليون صف الطبع 20 مليون من 200 مليون إذن لا نستطيع لنا ولا أنت ندعي أن كل المصريين أو أغلب المصريين أو فوق السبعين في المية من المصريين عايزين حارب ولا نستطيع أن احنا ندعي أن الفلسطينيين عايزين حارب أسرائيين ما نقدرش انا نريد نبحث نريد نبحث لماذا تتصرف شعوبنا بهذه الطريقة؟ قلت الايدوليجية تنية سببها ايه؟ ومش كل شعوب دي مش كل شعوب دي اللي ساقفه باسم يوسف علشان شرم وعشان ألقها فقط مش لأين انتصر للإنسانية ولا انتصر للفلسطينيين هل دولت؟ دولت هو الشعب اللي ساكل في المنطقة دي كلها الشعوب دي؟ لا بغير فحية احنا عندنا فوق 200 مليون موجودين على السوشيال ميديا من الشعوب دي 20% أو 200 يعني انت قلت 20 مليون ولا 30 مليون راحوا هذا ليس كل الناس زي ما احنا ما عندنا طريقة نتأكد بها اللي دي ان اهل الغزة عايزين الحرب مع إسرائيل لسه في حد حكيمي لسه حالة يعني على التليفون كان يكلمني يعني بيقول ان في اسرة فلسطينية مسلمة في غزة اول ما سمعت عملته حماس في فلسطين جاء له رعب عملته حماس قصد نود الإسرائيل المدنيين وجاء لهم رعب الخراب جاي الخراب جاي غزة هتتدمر فمن اللي قال ان حماس يا تعبير عن الفلسطيني احنا ما عندنا ديمقراطية في المجتمعات دي عشان نتأكد ان دولة عايزين الاختيار العسكري ما عندناش وكمان ما عندناش طريقة بها نتأكد ان اغلب البصريين عايزين يورطوا بلاده في حرب مع إسرائيل لغير صحيح اذا قضية الفلسطيني اذا قضية عربية لا مش قضية فش حاجة اسمها عربية اصلا انا رأيك انا احترمه بس انا رأيك العام السائد المهين انا اتفق معاك انا اريد مثلا رأيك الشخصي اوكي على عين ورأسك لكن مثلا الرأي العام ما هو هل هي قضية عربية هل هي قضية دينية هل هي قضية ايرانية هل هي قضية اسرائيل تعريفها ما هو هو هل هي قضية اصلا ام هي مسألة وهذا ايضا قضية في بلادنا لا عندناش مراكز تقدر تقولك بمراكزة تقدر تقولك الرأيي العام دا اي فانت بتتوقع وانا بتتوقع ويمكن فبراه ايضا نصف النقل ايضا ان قضية فلسطين اقضية عربية هو نخرب القضية الخطاب المتشر من 48 ان فلسطين اقضية عربية اسلامية حالي هذه الطريقة يحب الملكي فلسطين اقضية عربية الخطاب ده به قدواته بسلاحة وغير مسلاحة فشل الخطاب أن فلسطين اقضية اسلامية انا كان ممكن اصدقك انها قضية اسلامية لو أن التبنيين الخطاب ده المسلحين والغير المسلحين ناكو لكن أن فلسطين قضية عامية إسلامية فشل بقالوا 70 ثم فلسطين موضوع أسهل وأبسط من كده فلسطين قضية إنسانية إنسانية يعني شعب المظلوم عايزين نساعده عشان يحرر أرضه بشكل سلمي ديمقراطي ولما يجا ساعد يشكرون الفلسطينيين ما يعتبروش أنه ده واجب علينا الحقيقة مش واجب علينا ولا واجب علي أي حد ده واجبهم هم أولا أنا ما انتخبتش أماس ولا انتخبت أبو مازل ولا حاولت عرفات لبطن الفكرة دي غلط هذه القضية خربت المنطقة بسبب الأباء الغلط هاديك أمثلة كيف خربت القضية الفلسطينية الشرق الأرض عرفات عرفات شوية المسلحين اللي معاه حاول أن يحتل بلد اسمها الأردن حاول أن يحتمل بلد اسمها الأردن وحاول أن يحتمل لبناء ويتحكم فيها تحكم في التخريب للشرق الأرض اتجرب بلد مثل مصر الحروب كاما من الممكن تجنبها بسبب الفلسطينيين هل تجنب مصر بلد مثل مصر آلاف الشهداء من المصريين بغلط؟ ان النظام المصري يحمي الدم المصري كما يعمل دلوقتي ومن يحكمون مصري دلوقتي يعملونه قال لك لن نذهب الى مغامرات عسكرية بروح فيها دماء آلاف المصريين المفروض ان احنا يعمل معك مصر انا بأمل بعيد الرئيس السيسي بعيد النظام المصري وبعودين جمال عبد الناصر اللي ضيع دماء آلاف المصريين في مغامرات عسكرية اذا القضية الفلسطينية قربت الشرق خربت الشرق الاوسط خربته حانت فقط من الفلسطينيين وهم في المحنة يعترفوا ان تحرير ارضهم مسئوليتهم وانهم لغلط مش احنا لغلط مش الاخر هو لغلط لازم يواجه نفسه انا غلط في ايه ممكن اسأل اذا نرى هجوم حماس نرى هناك بلاحظة هجوم حماس ويومها نرى هناك فرح واستبشار بالحدث وقالوا هذا بطولة وهذه عملية خارقة وجميلة وهناك من وزع الحلوة كما وزعوا الحلوة سنة 2011 في بغداد 2003 2017 ده ما قام الدواعش بقتل الناس هناك من دخل وقتل الشيعة دائما الناس تفرح بهذه الممارسات اللي هي ممارسات ارهابية بامتياز ونشرت فوق هذا حماس نشرت فيديوهات القتل المجاني للناس وبضافة للعسكريين هاي مسألة حرب اوكي لكن الف شخص من الشباب قتلهم بهذه الطريقة المجانية والاطفال واختطاف النساء وطلعت حكايات قطروس يعني كلام نتركه ما لنا علاقة بيه لكن لماذا تتفاخر حماس بهذا الخطأ اللي عمام العالم أجمع اللي العالم بأكملت وقف ضدها لماذا ولماذا نحن كشعوب هذا من جهة لماذا نحن كشعوب نهلل لهذا الفئل هذا اللي يخلينا نعود إلى سؤال الحلق الأساسي وهو لماذا نكرر أخطائنا لماذا نتعلم هل نحن أخذ بيه؟ نحن كشعوب دي محتاجة قادة التنظر لأننا للأسف مكفعات مش ديمقراطية كفاية علشان نقدرون ان كل الشعوب رايحة في الاتجاه ده احنا ما عندناش طريقة نتأكد بيها بيه الذين يحتلون الرجال العام ونهللوا دولة وتعبيد مثلا عن 90 مليون بصري من 105 مليون بصري ما عندناش طريق دين إبرا واحد الأمر الاثنين أنا شرحت لك فرحوا بقتل مدنيين إسرائيليين لأنهم يهود يعني الحشاشة الدينية والأساس الديني أو أفسد الصراع أعونك على حاجة بصري الميديا الكندية يقول لك نحن ضد قتل المدنيين الفلسطينيين ضد قتل المدنيين الإسرائيليين لأن هذه المجتمعات وصلت لأنها الحشاشة الدينية اللي عندها مش هي اللي تصنع القرار السياسي يا حبالك وخلت رئيس وزداء كندا ببارة يطلع يطالد وقفة وقفة الحرب وقفة إنسانية للحرب أنا مش بدافع أنا أشرح لكن الحشاشة الدينية ورئيس وزداء كندا كاسوليكي مسيحي لكن هو ضد القتل أياً كان لكن الحشاشة الدينية اللي عندنا هي أو تصور الدين اللي عندنا هو في شكله العروب أو في شكله الإسلامي هو اللي أفسد الصراع يخليش مشاعر المسلم تتحرك إخواته اللي في اليمن اللي بتقتله ما تخليش مشاعره تتحرك علشان خاطر يرفض لإحتبار التركي لسوريا دلوقتي مثلاً يعني إيه؟ لا هو بتحرك على حسب القاتل مين وعلى حسب الضحية مين؟ يعني على ورقات المسلم يعني لا شطان شو وفيش مشاكل والدنيا زي فل علشان كنانية تناول يعنام الناطق بالعربية جرائم إنه بتحصل ضد الفلسطينيين في الضفة والجرائم اللي بتحصل ضد الفلسطينيين في غزة الطريقة دي هي إن أفسدت الصراع الصراع لازم يرجع للخانة بتاعك الموضوع السهل وهو بسيط خارج إن إحنا عندنا شعب تمام؟ عنده حقوق إحنا ندافع شعب عنده حقوق إنسانية وإحنا ندافع عنه أو نساعده قد ترخرنا ويشكرنا إن إحنا بنزاعده عشان يحصل على الحقوق يعني قضية فلسطينيين قضية إنسانية مش قضية إسلامية ولا عربية يعني كيف؟ يعني من أين أتوها على الناس؟ بزي حالاتي بالشغلات وتنفيذ الأفكار يعني بزي حالاتي بالشغلات وإنتاج الأفكار ما هو تقسيمات إلى أن يختلق بالأفكار دي القطاع الأكبر وبتالتالي تتعول إلى القرار لكن مش معنى أن الفكرة اللي أنت بتقولها مختلفة مش معنى أنت ما تقولهاش وأنا مستند على حاجة بسيطة جداً وسهلة الأدوات التي سبقت تم استخدامها لإبارة هذا الصراع فشلت على مدار سبعين سنة أنت محتاجت غير الأدوات مصر تتتهي بنفسها والأردن تتتهي بنفسها وسوريا وكل الدول تتتهي بنفسها وهي مشكلة هما الفلسطينيين يحلوها مع اليهود والتهم أنا أتمنى هذا عشان الفلسطينيين يتعلموا يضو إلاقوا طريقة يحل بها مشكلة يعني برضو الأنظمة الخاشية العروبية الإسلامية استخدمت الأعضاء الفلسطينية صلاحهم زي عبد الناصر زي صدام زي القحة القذافي استخدم الأعضاء إذا ما تجعل حماها هم أعتمدوا على نفسهم لماذا نحن مشغولين الآن العالم كله الآن في حالة تخوف بماذا؟ ما تسبب؟ حماس مستخدمة طريقة غلط هذا موضوع مختلف كنت تقول هم أعتمدوا على نفسهم خليك خانيش بيح لا تبدو على نفسهم أنا يسكت منك أنا مليت منك أنت المصري وأنت العربي وكلكم أنتم وكذا هل ليت دي كلمة غلط أنت مش من حقك أصلا تطالب المصري بأنه يساعدك شخص هو أعتمد على نفسك الشتري بعدها أعتمد على نفسك أعتمد على نفسك وحل شكلك بقى هو أعتمد هو حماسك لك أعتمد خلينا أكمل الإجابة خلينا أكمل لك أعتمد على نفسك يعني إيه؟ يعني أنها تطالب غيرك بتحرير أرضك وأول حاجة تروح لها الفكرة البسيطة والسهلة أن أنت استخدم الحل العسكري وثبت على امتداد سبعين سنة أنه هو حل فاشل يبقى لازم تتدور على طرق أخرى سنية لحل السلاح أجاوة أجاوة هنا أكمل في شعوب تحررت من غير سلاح ماليزيا تحررت من السلاح تمام؟ اليابان تحررت من غير سلاح أعرف ممكن أسأل؟ أعم يعني هما يقول لك إحنا كحماس إحنا ما أيسنا من الجميع واضطرينا أن نتعاون مع إيران نتعاون مع تركيا نتعاون مع قطر وغيرها لكن إحنا قمنا بعملية حماسية جهادية إسلامية إسلامية واعتمدنا على أنفسنا لم نستعين بالشيشان ولم نستعين بالجنود ودخلنا بأنفسنا من أولادنا وأهلنا ودخلنا وأنت شديدوا عندي بعدين أنت ليش تقول له ليش تتهمني أنه أنا طالبك بأن تشارك معي أنا ما طالبنا عندك طعا نمر واحد نفس الخطأ اللي هو يعفي الفنصريين أبلك اللي هو يتم استخدامك يتم استخدام القضية الفلسطينية والحقوق المشروع على الشعب الفلسطيني من قبل أنظمة خارج حدودك خارج أرضك أنظمة عندها أهداف لا تتوافق مع أهدافك والنظام الإيراني مشروعه مشروعه حكم المنطقة الميليشيات الشعية يعني مشروعه أنه يحكم بالإسلام السياسي الشعي هل هذا صالح الفلسطينيين؟ إذن نفسه خطأ أنا أكمل الفكرة بفضل إذن نفسه أكمل الفكرة أكمل الفكرة وبعدها زي ما الأنظمة اللي في المنطقة استخدمت القضية الفلسطينية صدام استخدم القضية الفلسطينية عبدالعاصر استخدم القضية الفلسطينية إذن أول درس مصطفان أنك أنت لا تستخدم من قبل قوة إقليمية علشان تجزئ من مشروعها وخاصة أضيف على هذا كمان الخطأ الثاني أن أنت تذهب للحل العسكري بالحل العسكري ده محلش المشكلة على امتداد 40 سنة وفشل إذن ليه في إصرار على استخدامه ليه ده في إصرار على استخدامه لو أنت أصريت على استخدام نفس الأذن للفشلت قبل كده أنت تبقى تجرم ويجب أن أنت تحاكم لا الفلسطيني ما فعل هذا الفلسطيني سوى سلام اتفاقية أوسلو مع إسرائيل وحماس أخلفت بهذا الموضوع وسوى عملة انقلابه 2007 وأرمت جماعة فتح من السطوح وقالت لا أنا يعني الشغلة ما عاجبتني ويجب أن يخرج اليهود من أرض فلسطين من النهر إلى البحر هذا اللي فعله وبالتالي هم تعاونوا مع كل من حاولي ساعدهم في أي مقاومة تنظيم خاين بيتعالف مع قوة إقليمية علشان ينافذ مشروعها لو سبحت أكملت جملة بس إذن هذا تنظيم خاين متحالف مع قوة إقليمية مشروعها مش هو الفلسطينيين نعم طبعا كلامي ده مش بناها عدم إن أنا شايف إن إسرائيل صح أو الغرب صح نعم بس أنا شايف الأطراف دلوقتي عندها كلها عندها فرصة لتصحيح النصار إيه الفرصة؟ نعم نعم والحكمة الغزة والقطاع حاجة الثانية دستور يستند على فكرتين فكرة الأولية رفض الخيار الأسكري اللي فشل الفكرة الثانية دستور يستند إلى المواسيق الدولية هو الإنسان وبالتالي وبالتالي خلنا نكمل الاختراحات وبالتالي إبقى إحنا عندنا كدولة مصرية ما عندناش تنظيم إرهابي على حدنا لدول الجوار وكمان التنظيم الإرهابي ده لا يهدي جوة دول الجوار الحاجة الثانية إن الغرب يطمن إن النخبة اللي طالعة هي بعد انتخابات الحرة الديموقراطية متخلية عن فكرتين الاختيار المسلح وإنها تبيد دولة إسرائيل في إطار دولت تجري ويتعامل شركات اقتصادية ما بين أهل فلسطين وما بين إسرائيل ودول الجوار والغرب أنا أتفق معك لكن المشكلة أين أن هل هذا كلام معقول هل هناك إمكانية لتنفيذ هذه الأشياء لك أن نسوها في المانا هذا إمكانيس على سلحة يجب على ربنا وأنا ماشتغلش إله يعني أنا معتازل من زمان فكرة أن أشتغل مكان ربنا اللي هو أتوقع الغير أنا أقول اختراحات صحيح صحيح يعني 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 أنا ماشتغلش يعني يعني أنا أستغلش إله خاص ب congrوضوع لا إشتغل الشخص إنسفعل بتاع المستقبل أنا أعرفوش كمام لا لا أعتبر نفسي كاتب وباحث وبقول اختراحات لا لا مو أنا قذلي مو قذلي يعني مو قذلي حقيقة تتعمل للفلسطينيين تتعمل للفلسطينيين أنهم يعيشوا في ظل سلطة ودستور ديمقراطي وحرم يحارم حقوق الإنسان ودول الجوارد تتطمن أنها تتعامل دولة فلسطينية تهدد تهددهم لأن الحل ليس في دولتين الحل في دولة لا تهدد محصة الإقليمية بما فيه إسرائيل وبما فيه كمان مصاحي الغرب يسأل دولة فلسطينية تبقى مجهولة بالاقتصاد تدخل في شراكات اقتصادية مع إسرائيل ودول الجوار ومع الغرب ومع الدنيا كلها النمو والاقتصاد وفيه تجارب زي كده حصلت في العرب ودجحت وبدع الغرب أنه في الحالة عنده مسؤولية أخلاقية وكمان عنده مسؤولية سياسية أنه يخلص من المشكلة دي وإسرائيل أغنب مجتمع الإسرائيل وهو مصلحة في دفع مصلحة أن دولة الجوارد تهدد وجود وكان مسؤولية أخلاقية وبالتالي الحل سيتطمن دول الجوار دولة مثل مصر السلطة الجوارد تقتل مدنيين بصريين أو عسكريين بصريين دول الجوارد تطمن إسرائيل تطمن الدنيا تهدد ونعمل شراكة صدية وتدريجيا نوصل لدولة طبيعية دولة طبيعية مش دولة إرهابية دولة طبيعية مشهولة بإحماية شعبها عندهاش أوهاب بقى خرافات بتاعة القبيعة العربية ولا خرافات بتاعة إيه؟ إن أنا أمة إسلامية تبقى دولة معنية معنية بتحسين شروط حياة الفلسطينية مش إنها تدخل مع غامرات عسكرية على طريقة حمالة وعلى طريقة عبد الغاصر والضحي بالدم للفلسطين وهو دي اقتراحاتي الاختراحات أنا بقولها للعالم العام النطق بالعرضية وكمان بقولها بالإنجليزية أتمنى أن المقتنعين بيها أولاً أتمنى أن يدار نقاش عام حوالي إن مستقباً هذا الصعب إن أنا زي بقولك المستقب الحل مش دولتين الحل لدولة فلسطينية لا تصدر الإرهاب والإزعاق في المنطقة وين يرحون إليه؟ عامل وقت بقى إن شعوب المنطقة دي ما تفضلش تدفع تمن الفشل الفلسطيني كفاية كده بقى هل تقصد بأن الفشل فلسطيني وليس عربي؟ أنا كمصريين إحنا فشلنا في إن شاء الله يعني أنا كمصري ما أعلقتي بالموضوع عن فريد عبد المصري وخرب البلد وخرب البلد أنا كمصري بطلوب مني ليه؟ لأدفع تمن أخطاء حضرك يعني 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 رحت على جارك وضربته وجارك جي حفل بيتك أنا أعلقتي بالموضوع أوكي أوكي بس إياه مصري سوى التفاقية السلام واتهى الموضوع يعني 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 منزأت فقط من بعض النهاش يعني مصري ما أدفع إحنا أرضنا رجعت لنا وخلص الموضوع إيه خلص أوكي أوكي إنت ليش زعلان يعني يعني إنا مش زعلان أنا بأوضح ومش مزعلان دلوقتي إحنا كان عندنا أرض محتلة وجات إيه خلص فشل السوريين لو صبحتك فشل السوريين في إنهم ما يرجعون لظام السوري فشل إحنا هي خطلة بالموضوع الفلسطينيين فشلوا إحنا إيه ملناش علاقة لو صبحتك بس الفكرة إحنا كل ما سمعتنا إن إحنا ما يبقاش على حدودنا دولة إرهابية آه بس أوه وبالتالي مش من مصلحة مصر في رأيي إن في دولة بتحكمها حماس يعني سواعها مع إسرائيل وانتهى الموضوع أبراها ليه لأنها شد خطرا على الأمن القوم المصري بش إسرائيل هذا اللي قتل قتل سواعي 2 هذا شو هذا مصري ولا مو مش مصري يعني القتل سواعي 2 بالإسكندرية الشياب مجرم مصري مجرم مصري جاء صلاح محمد صلاحي اللي قتل ثلاثة مجرم مصري وإرهابي مصري من أين ظهر يعني من أي حاضنة إرهابية ترافيا الأول الأول اللي هو عمله ده عمل إرهابي ضد مساحي الدولة المصري هذا الكلام هذا وصف دبلوماسي إحنا نتحدث عن حاضنة شعبية لخطاب لخطاب ما رجعنا للغاية لو لا ناية هذا القضية قضية أحيانا ما نتحدث عن نتحدث عن واقع الواقع أن تجنى أمثال حماس وأنتجنا أثناء المحمد صلاح هذا الجندي البسيط الشاب وأنتجنا هذا المرشد السياحي أعتقد هو كان ثلاثنين والناس المصريين وقد أدورت لك فيه رؤية تدفلية لأننا سننجح للنقطة الأولانية النقطة الأولانية لأننا لدينا 105 مليون لدينا أي طريقة نتأكد بها أن هناك مليون يريدون على أسرائي خلاص كده؟ النقطة الثانية شرحتها باستفادة الحشاشة الدينية التي أفسدت المطقة هذه حسنا هذا الموضوع أنت جاوبت عليه لكن بعد ذلك عندما نصلت هذه الأدوات التي انتقلت الحشاشة الدينية وأنه هناك تعليم أو تعلم بالإراقي أكد تعلم عن رجال الدين الدجاليين علموا الناس على طريقة فيها تفتير قطيعي وإرهابي ويشنع من يقتل من أو من يسيء إلى جماعتهم ويصفق ويهلل إلى قفل الأطفال والنساء عند الآخرين هذا المنطق العربي الموجود أو الشعوب يعني في النقطة دي رأيي أنا مش الشعوب نقول ما عندي نشطرين نتأكد ديها لكن هو إن فين أنت بتوضدنا صح طب نحلوا إزاي؟ حلوا بتفكيك الأيدولوجيا الدينية دي حلوا أن تنقل المنطقة دي من الاقتناع بأن الإسلام هو الحل أن الإسلام هو المشكلة أوكي يعني هو الإسلام هو المشكلة يعني الإسلام لا يدخل في المجال العام ولا يسيطر ولا يحكم يعني أنت براية الأهل كيف نخرج بدروس من حرب غزة؟ الدرس الأولان التخلي عن الخيار العسكري الاعتراف الهزيمة هل هناك إمكانية؟ بحثي أنا أريد إمكانية حدود هذا الشيء هل هناك إمكانيات؟ بص يا رئيس أنا شغلتي طرحي الأفكار أنا ما عنديش أدوات تنفيذية لتنفيذ الأفكار التي أقولها ما عنديش ده في إيد السياسيين وفي إيد وصدات كثيرة أنا شغلتي طرحي الأفكار أنا شغلتي طرحي الأفكار إذا لم يخطع أغنب المسلمين أنهم من هزموا عسكريا وأن الاختيار العسكري مش مطوح هتظلوا في نفس الأزمة وهيفضل بم فلسطيني إلا ما شاء الله لا يبد أن يعترف الأغنب الفلسطيني كده من دلة في جنوب أفريقيا أقول لك شكرا الخيار العسكري أنا متخلى عنه ومش هينفع الاعتراف بالهزيمة واندور بحلول تاني تصوراتك للمستقبل يعني مستقبل هاي الأزمة إذا لا يعترف الفلسطيني بالهزيمة ما فيش عرب أنا بالنسبة لي بكلمة عرب دي أنا لا أعترف ديها أصلا الشعوب المنطقة دي فيش حاجة اسمها عرب دي خرافة الشعوب الموجودة إذا لا يعترف الفلسطيني بالهزيمة العسكرية وإن الاختيار العسكري ليش مطروح وإن هم يروحوا الاختيارات التانية زي ما الشعوب التانية عملت وإن هم يأسسوا دستور يحتالب بواسيخ الإنسان وفيه انتخابات وفيه تدول سلطة وفيه حريات فردية وفيه حريات عامة هتفضل المنطقة دي تدفع تمن أخطاء الفلسطينيون وهيفضل ضمن فلسطيني إلى ما شاء الله لأن ده مش أول مرة يحصل وهيزداد كمان للأحسر فيها السؤال هل أن مشكلة المنطقة هي مشكلة فلسطينية فقط؟ ما عدنا مشاكل ثاني يعني؟ لا، ده الواحة زي ما أقولك إيه زي ما أنت تيجي تقول لي سيديك أنا أعزبك على الغداء سيديك عزبك على الغداء أقولك لا مشكلة دي أنا أعايز أستحمل أنا شكري رضاية فلسطينية لو إحنا روحنا للحالة المصرية إيه ما شكلها؟ أقولك إيه ما شكل الحالة المصرية؟ لكن المنطقة دي بيسيطر عليها نوعين من الإسلام السياسي دي أستمر بالمحل هو الإسلام الإخوانجي تنوعاته يعني القعدة وغيره 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 وده النسخة دي صعبة جدا وتجربها الشعب السوداني مثلا يعني وأخب بالك لديه النسخة في شكلها الأحسن على طراز الإيرانية أولا عندنا النسخة السلافية عندنا نوع الثاني أننا حاكم للمنطقة ومؤثر فيها وهذه الإيديولوجيا التي أثر انتشاراً وهو الإسلام والعروبية الإسلامية وهذه هي التي أسسها عبد الناصر كانت طبعاً موجودة قبلها لكن عبد الناصر حولها إلى دولة حولها بالتعاون مع قوبيين العرب إلى الإيديولوجيا وهذه هي العروبية الإسلامية وهذه نصفة مخففة من الإسلام الإخوان تسمح طبعاً لا تسمح بحريات سياسية لكن تسمح بقدر من الحريات الاجتماعية نحن نريد أن نخلص من المسختين دولة من الإسلام الذي يحكم في الشرق الأول نريد أن نذهب لدولة طبيعية لا علاقة معها بالإسلام ولا بغيره الأديان دولة مستند دستورها على المواسيخ الدولية وهو الإسلام وهو جزء من المشكلة برضه ليس فقط الإسلام الإسلام عشان هو أغلبية لكن الأقلية المسيحية مثلاً في مصر تحالفت مع ليس كنية المصرية تحالفت مع الطيار السافي وسندت فكرة أن بصرة المدولة الإسلامية لكي يأخذوا حق السلطة على المسيحيين في الأحوال الشخصية لكن هذا هو موضوع ثاني فكرة كلها أن هذه المنطقة ليس ترتاح إلا لو خرج الإسلام بره كل أشكال الحق خرج بره الرجال العام وتحول إلى دين فقط دينة مع علاقة فردية وشوية تخص اجتماعي طول ما الإسلام بشكل الناصري أو القوم أو الإخوانجي موجود في المنطقة ما أصدر مطادي خربان زي عندنا أسألة الآن أنا آسف لأن تعبتك بس أنا انتقامت منك شوفت شو عملت معايا باللقاء أو معايا بهدلتني وهو لك داية ثمان اليوم انتقامت منك استفزيتك بس كنت شوية عليك بس كافي معك أنا مجرد معك أنا مجرد معك منصور يعني بحاجة شرفية شوف حربك بسلاحك بالمقابلات عدنا أسألة الآن من الأصدقاء طلبت منك مثلة وسؤال من سام يقول سؤال إيه اللي استفادت منه حماس بعد اللي عملته دا ومحاولة جرد دول الجوار إلى حرب لا هي نفسها هي استفادت يعني قادة حماس استفاد استفادت أن هم أكلوا وجودهم في المشروع الإيرادي وفي المشروع ثاني فشل في الشرق الأوسط يعني المشروع تمكين الإسلاميين من حكم الشرق الأوسط فشل المشروع دا كان بتقود تركيا بتمويل كاتري لتمكين الإسلاميين من الحكم المشروع دا فشل بسبب تصدي طبعا الدولة النصرية والإمارات والسعودية فالمشروع دا فشل لكن حماس مستفيدة ناس منظمة إيدولوجية هدفها نصرة الدين وليس نصرة البشر الدين بيها مؤمنة بيه هدفها نصرة البشر هدفها تحريف الفلسطينيين وهدفها الفلسطينيين لأن كان هدف الفلسطينيين كانت عمل في ماجئة الفلسطينيين أخوانا يعني فضل فضل يعني أرأي هو أنه صحيح هذا لدينا سؤال ثاني من صديق ليو سافولو سافال ليو سؤال كيف ومتى نتخلص بين الفك الإسلام الإرهابي بتعبيره والقضاء على الأحزاب الإسلامية نحن ما فيش برأي يعني مش هيتم القضاء نهائيا على الأفكار لكن هي مش هيتم الطيار الرئيسي يعني إحنا طموحنا أو طموحي يعني إنها ما تبقاش الطيار الرئيسي طبعا تخلص من الأجنحة المسلحة تخلص خالص من الأجنحة المسلحة لا ليت بذلك إلا بالوصول تدريجيا تدريجيا إلى دول علمانية الديمقراطية حرة تخرج الإسلام المسيحية وغيره من الأديان من مجال العام ومن السياسة ومن النصات ومن كل حاجة يعني نعمل زي ما عملت أوروبا أوروبا قالت شكرا أن المسيحية ما كانت الكنيسة تخلص الموضوع عشان كده الغرب تقدم فإحنا مش هنتقدم إلا إذا المسيحية تحبثت في كينيسة في الشرق الأوسط وكمان الإسلام دخل المسجد ما غرقش منه يعني أخي بأنك تدريجيا تدريجيا ليه تدريجيا ديت تدريجيا لأن إنت لو عملت تغيير بوفاجة الإسلاميين هم هيجي الإسلام الإخوانجية والإسلامية ونخرج برا الإسلام القوم العروبي اللي بيحكم الشرق الأوسط دلوقتي نروح لبقى للإسلام الإخوانجي الإسلام القوم العروبي ده أو الناصر العروبي الإسلامي ده التطور التدريجي التطور التدريجي ستيب باي ستيب على طريقة البريطانية إنك إنت تكسب خطوة بخطوة الإصلاح التدريجي علشان كده أنا ضد مثلاً إن الشيطانه من يحكمون مصر لأن إحنا جربنا في الشرق الأوسط وعمل كده إن إحنا نهد ونهد من إجليز ليكي الإسلاميين هنا سؤال من صلاح أبايدات أبايدات عجيب أمرك يا أستاذ شعيب لم يكن تدخل الدول العربية في الصراع خياراً بل كان عنواناً أم نسيت أن سيناء والجولان وجل والجولان كانت محتلة تم احتلال سيناء من قبل إسرائيل نتيجة أخطاء عبد الناصر العبد الناصر المقافل عاد إسرائيل وعاد الغرب وبقى جزء من المشروع الهيمنة السوفيتية في الشرق الأوسط ورت مصر في حرب وضع سيناء فدي أخطاء عبد الناصر بس هو عبد الناصر كان من الممكن من البداية تجنب دخول الجيش المصري أصلاً لفلسطين أخطاء الملك وأخطاء عبد الناصر وعبد الناصر كان يشتغل موازنة في اسمه رئيس مصر عمل أخطاء مصايب كثيرة جداً وعمل حاجة عيدلة شوية لكن بالنسبة لي عبد الناصر أجرب محاق مصر وورتها في حرب مع إسرائيل وغير كان من الممكن تجنبها زي أنه عمل غزو عسكري مسلح لليمن علشان يفرر نظام حكمه على هوايا وكمان أقام عمليات عسكرية على أرض سعادية وقتها كان من الممكن تجنب ده دي أخطاء عبد الناصر الديكتاتور الإسلامانجي قومي للأراق والأثر على الأراق والأراق الدمر أيضاً هو كان إلى دور في الموضوع بسببه صارت ما يسمى انقلاب ثورة ساعة 14 تموز سنة 58 تقليد للضباط الأحرار والسنة 56 الحرب مع إسرائيل الأدوان الثلاثي يعني كل أحنا دفعنا ثمنها وأيضاً بعد ذلك تحالف مع عبدالسلام عارف بالستينات يعني القصص هي كلها بس هو نفس عبد الناصر أدى واحدة من التصريحات القليلة النادرة قال بعد هزمة نكبة أو ما يسمى نكسة نكسة عندنا نكبة وعندنا نكسة ما شاء الله وهذه النكبة الثانية نكسة 67 فرحة قال أنا استجابت يعني للضغط الجماهيري قال أنا استجابت كذاك كذاك كماهير وكلما ندرشل الطم اللي بظل أي ديكتاتورية حياً كانت الدرجة لا تتحدث من كماهيري عزيز ما نعرفش ممكن أقول لك شيء حتى نختم أنا الآن بديت أشعر يعني من خلال التصرفات أو من خلال ردود أفعال الحكام الدول العربية أنا بديت أشعر بأن حكام الدول العربية محرجين من رأي العام يبدو الرأي العام بالشعوب العربية رأيي انفعالي رأيي لا يتعلم من الأخطاء أنا سميه رأيي في أغلبيته رعاعي من الرعاع والتفكير اللامنطقي وهذا كله نتاج أنه شعوبنا لا تؤسس حياتها وحضورها ووجودها على أساس عقلاني وليست لديهم ملكة نقدية وتفكير نقدي يعالج الأمور وأسبابها ويحللها بطريقة عقلانية معقولة ما زلنا نفكر بطريقة خرافية أسطورية دينية متخلفة لكن هذا الواقع هذا الواقع الواقع اللي يجعلنا الآن أنه أغنانكا هو واسع بين الحكام وبين الشعوب الحكام صحيح طغط ولكن المشكلة أنه هذا الطاغ يقرى في الواقع أفضل من الشعوب الشعوب الآن تهتي فراء حماس فماذا يفعل حاكم هو ضعب معقد يعني هو على بزالة حتى الآن بدرجة أو أخرى بدرجة كبيرة على حسب البلد أنظمة الحكم مستندة إلى شرائية عروبية إسلامية التي هي الشرائية اللي عملها عبد الناصر ويعملها قوميين العرب هم مستندين على الشرائية دي فهتلاقي في خطابهم وفي ممارساتهم مستندين على الخطاب دا الأمة العربية والإسلام لكن هم على الأرض على الأرض في الأفعال ما بيتجرج زي ما عمل عبد الناصر لمغامرات عسكرية دولة زي الأردن والدولة كمان الأردن عندها ظرف خاص أنه فوق 50% من الشعب الأردني من أصول فلسطينية لكن ملك الأردن أكثر تعقلا بش هيروح لمغامرات عسكرية ولا النظام في مصر يروح لمغامرات عسكرية ولا السعودية على الأرض هم أكثر أقل لليم هم خطابهم هو الخطاب العروبي أغلبهم يعني بدرجة وجوه الخطاب العروبي الإسلامي وهتلاقي الخطاب دا بسيطرة على الإحلام للمغامرات عسكرية لكنه على الأرض ليس يروح لمغامرات عسكرية لأنه عارف من المغامرة العسكرية الزمن اللي احنا فيها معناها الخرط لبلدهم وكمان هو ليس يبقى موجود وعشان كده لدولة المصرية أداءها فيما يتعلق بالصراع على الأرض أداء عقلاني جدا عقلاني يعني لن ليس هنخش في مغامرات عسكرية مع أقرائيل الحاجة الثانية الضغط لدخول مساعدات الإنسانية الحاجة الثالثة الحوار مع الغرب بحث انت خطاب الرئيس السيسي مين هو الأكثر تأثيراً في الصراع الحالي دلوقتي ليس روسيا ولا الصين الأكثر تأثيراً في الصراع اللي حصل دلوقتي هو الغرب بقيادة المتحدة الأمريكية الرئيس السيسي مين هو الحوار عقلاني مع الغرب بيقولي بيقولي الغرب مثلاً انتو على جهان أنا بكون كنا وافق عن تهجير الفلسطيني على الأرض المصري نمرة واحد لا أضمن تطلع عمال إرهابية ضد إسرائيل وتتورط الدولة المصرية في حرب مع إسرائيل هذا يعني تورط الدولة المصرية في حرب مع إسرائيل هذا يعني خرب للمنطقة وأنت سيقول لكم ملايين اللاجئين هذا يعني خطر على إسرائيل لأننا الجيش المصري ليس جيش ضعيف ليس قوي جدا ومسلح بشكل جيد إذن يخاطب الغرب مثل عمل السبات يقنع الغرب بأن خيار التهجير خيار غلط أيضا يقنع الغرب بأن يجب الوصول إلى أحد أنا أقول لك هو الدولة المصرية تدرك خطورة حماس وإنه ليس من مصلحتها أن حماس يبقى لها دولة على حدودها مصر دفعت تمن غالي لمقاومة التنظيمات الإرهابية المدعوة من حماس في سيناء دفعت آلاف الشهداء ودفعت تكلفة اخصادية عالية جدا فإدراك لدى النخب الحامة في الشرق الأوضر إن انتصار حماس خطر ممكن يميله لموازن أكثر عقلانية ليس معنى أن لموازن عليه السكر لكن أكثر عقلانية فإنتصار المشروع الإيراني وإنتصار حماس ليس في السحر حد في البنة ومع ذلك ما يقدرونيش يروحوا إيدانة مواشرة لحماس نتيجة أن الخطاب الأكثر امتشاراً والأكثر تأثيراً وكمان الشرعية الحق هي العروبية الإسلامية التي اختراها القوميين العرب، البعثيين وعبدالنصر وغرات المنطقة لغاية الدمات الآن سؤال المحللين السياسيين المصريين يظهرون على قناة فوضائية بأراء أكثر تطرفاً من الإخوان وحماس ماذا ما قولوك؟ إيه هي الأراء؟ أنا معرفش ما قلوه إيه وقاني أراء اللي قصودها الأستاذ يعني أنا شبك يعني قولي الرأي الفلاني أنا أعرف قده عليه لكن أنا مش عايز يعني إيه يعني أكثر تطرفاً من حماس يعني إيه إخوانا الإخوان مشروعهم سهل وبسيط وشعوب المنطقة عليها إنها جواب على السؤال ده حضرتك عايز دولة عايز دولة إخونية إسلامية في فلسطين وأنا مش عايز جين، سؤال مصدقنا الجزاناتي بهجة نعيش في تناقض بين الإسلام والتوهم وواقع براغماتي أنا أتكلم عن مصلحة الشعوب مصلحة الشعوب المنطقة وأنا مسمعها الشعوب العربية مصلحة إنها لازم المديان اللي فيها سواء من الإسلام أو المسيحية شكراً لما كانوا الكنيسة الخلاص هو بعد هذا شكراً للجميع وتحب يعني تلخص الحلقة في نقاط على طريقتك يعني هو طريقتك بالحوارات يعني يعني تمعنا الموضوع معقد يعني وكذا وكذا لكن يعني هو اللي أفسد القضية الفلسطينية هي الحشاشة الدينية العروبية الإسلامية أو الحشاشة الدينية الإسلامية عشان القضية نحطها على تراك حل لازم يعني اقتراحاتي أن يعترف الفلسطينيين بالهزيمة العسكرية ويأسسوا يأسسوا نظام ديمقراطي حر في غزة القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة ودول الجوار ودول الجوار ودول الجوار بدعم غربي علشان يلاقوا حدول تاية لحل القضية الفلسطينية وبالنسبة لشعوب المنطقة لم ننصلح حال المنطقة دي إلا لو تخلصت من الحشاشة الدينية الحشاشة الدينية دي بفرعيها فرعين فرع اللي هو فتاع العروبية الإسلامية اللي أسسوا عبد الناصر والخوميين العرب بعسيين والمشروع التالي اللي هو الإسلاماني يعني تي حد كاتب على الشاشة أراء مصطفى بكر طبعا مصطفى بكر صديق قديم وأنا اشتغلت معه مع كابل اللي حكم لي هو نفس الخطاب اللي هو توريط الدولة المصرية في حرب زي أنا ومحمد مبادة بكر الدولة المصرية وأن يحكمون مصر يعني أكثر تعقلاً بكثير حسناً شكراً جزيلاً أعتقد ما عندنا الشي بعد الآن شكراً جزيلاً وأنا كان حوار شوية ضغطت عليك بي لا بيجرشها أشكرك شكراً جزيلاً واليوم قدمت آراء ووضعت أفكارك مشكلة عام صحيح أن نختلف معها أو كذا بس هو لابد أن نعرض كل الآراء وهذه القضية الأساسية أنه قضية تشغل بال الجميع يجب أن يطرح فيها جميع رأيهم بدلاً يعني أنه لازم الكل يطرحون الرأي نفسها بحجة كل جنود في أرض المعركة ألف شكر وشكري للمتابعين وإلى لقاء قريب مع السلامة